ماذا سيحدث في الحلقة الجديدة من مسلسل شراب التوت البري؟ هل ستترك دوغ جيراي وتعود إلى فاتح؟ هل سيتزوج فاتح ودوغاً مرة أخرى؟ هل سيقع عبد الله في حب مريم هذه المرة أيضاً؟ هل سيتم الكشف عن وجه جوركيم الحقيقي؟ سأشرح لكم كل ذلك في هذا الفيديو أيها الأصدقاء بادئ ذي بد إذا كنتم تريدون أن تنفصل دوك عن جيري في أقرب وقت ممكن وكذلك إذا كنتم ترغبون أيضاً في أن تكون دوك جيدة وليست جميلة فلنضغط على زر الإعجاب أدناه ونرى رقمنا في الحلقة الجديدة من مسلسل شراب التوت البري ستدأ دوك تدريجياً في رؤية وجه جيري الحقيقي في الواقع في الحلقة القادمة سترى دوغة علاقة حب بين جيري وهيفيز ستذهب دوغة إلى بيت أمها بعد الحقائق التي تراها وتسمعها في الواقع سنرى جميعاً أن دوغة ستطلب المساعدة من فاتحاً للتخلص من جيري أيضاً في الحلقة الأخيرة الشخص الوحيد الذي لم تلمسه جوركم هو مصطفى لنفترض أنه في الحلقة القادمة سيكون مصطفى مع المرأة الجديدة التي سيلتقي بها بسبب جوركم دعونا نقول للجميع أنه نتيجة لذلك سيكون هناك توتر بين نيلي ومصطفى لكن الجندب يقفز مرة واحدة ويقفز مرتين ويتم الإمساك به في النهاية لهذا السبب دعونا نذكركم أنه سيتم الكشف عن الوجه الحقيقي لجوركم قريباً جداً لكن الشخص الذي سيعاني من الألم الحقيقي هو نورسيما لأن الخاطب الجديد الذي سيأتي ليتزوج نورسيما سيتسبب في وفاتها ومن ناحية أخرى سيبدأ عبد الله بك في علاقات حب جديدة لأنه في الحلقة الأخيرة وقع عبد الله في حب مريم ولهذا السبب يمكننا القول أن حرباً كبيرة ستبدأ بين السيدة الوردية ومريم لذا سنشاهد حلقة مثيرة في الحلقات القادمة إذن هل تعتقدون أن دوغة وفاتحة سيتزوجان مرة أخرى؟ سأنتظر تعليقاتك أدنى وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتنيوا بأنفسكم نراكم مرة أخرى